السلام عليكم من الأخبار يا ربكم دائما بخير وبصعب سعادة إن شاء الله في الحلقة دي هنتكلم عن موضوع مهم جدا يعني يعتبر ده سؤال يعني أنا هتكلم به يعتبر الناس اللي هما زميلنا في صيدلة ويعتبر إن المشكلة دي بتبقى يعتبر سؤال مهم جدا في الامتعان ولازم نعرف اللاجهة بتاعته أو لازم نكون فاهمين إيه اللي بيحصل في من السيريال سايكل طبعا تعال نشوف أنا هكلمك زي مثلا كأخ الأخو وهفهمك بالزبط إيه اللي بيحصل بالزبط وإنت بس هتاخد من الفكرة وبعدين تقدر تذكرها من نفسك لوحدك طيب إيه اللي بيحصل فيه من السيريال سايكل أول حاجة زي ما أنت عارف بيبدأ يحصل أو تيجي إشارة هنا من البتيوتر أو من الانتيرو البتيوتر جلاند من الـ FSH بيبدأ الـ FSH يروح البويضة البويضة تكبر يبقى السبب فيه تجبير البويضة عندي اللي هو الـ FSH طيب فيه مقولة برضو مهمة جدا هل إن الـ FSH موجود بس في الفيميل لا طبعا موجود في الميل برضو في المنطقة اللي أنت عارفة اللي هي اللي اسمها السيرتيولوسيل اللي هي كان بتعمل طيب تعال نكمل موضوعنا ونبقى في موضوعنا عشان إيه ما نرجع شيء ولا نتلخبط في الموضوع بتاعنا طيب بيجي هنا إشارة من الـ الـ FSH هنا بيبدأ يكبر فيه الخلية بتاعتي بتكبر 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 تكبر لحد ما تبقى في حالة الماتيورسيل طيب بيبدأ يفرز هنا في المنطقة ده هي استروجين الاستروجين ده بيروح ليه الـ علشان تفرز حاجة مهمة جدا اسمها الـ LH والـ LH دي مسؤول عن تفجير الخلية يبقى إذن إمتى بيحصل أو بيمتى يفرز الـ LH أما البويضة اللي عندي ده هي توصل له حالة الماتيورسيل وبعدين الخلية دي بعد ما تبقى ماتيور هتفرز الاستروجين الاستروجين ده يروح لـ هيبدأ الـ LH يفرز طيب بعد كده أما يفرز هيخلي الخلية دي تتفجر طيب بعد ما تتفجر هيبدأ محتويات الخلية تطلع بره طيب هل بقى المنطقة دي لها فايدة طبعا المنطقة اللي هي لسه جوا دي لها فايدة كبيرة طبعا دي اللي هي ايه اسمها الكربس ليوتيم اللي هو الجسم الأصفر طيب وظفت الجسم الأصفر في المرحلة دي ايه انه بيفرز حاجة اسمها البروجسترون طيب بعد كده البويضة اللي عندي ده هي بتبدأ تتحرك فيه هنا في المنطقة دي قناة فالوب وبيبدأ هنا مرحلة أو بيحصل حاجة اسمها في التلت الأول من قناة فالوب من ناحية الأوفري خد بالك ده أهم حاجة لازم تعرفها انه هو بيحصل في التلت الأول من ناحية الأوفري مش من ناحية اليوتروس طيب دي معلومة مهمة جدا طيب بعد كده البويضة اللي عندي دي المخصبة بتبدأ تنقسم وتتحرك تنقسم وتتحرك تنقسم وتتحرك لحد ما توصل في المنطقة اللي احنا عارفينه دي ودي بدأ تثبت نفسها وتفرز حاجة مهمة جدا اسمها الاتش سي جي طيب ايه هو وظيفة الاتش سي جي طبعا كلنا عارفين وظيفة اللي هو الاتش سي جي انه هو بيبقى معروف جدا عند السيدات اللي هو اختبار الحامل يبقى الاختبار الحامل أصلا اللي هما بياخدوه بيئس الهرمون اللي بيطلع ده اللي هو الاتش سي جي هل هو وظيفة تانية ايوه اللي هو وظيفة تانية انه هو بيبعد اشارة ليه الكربس لويتيم انه هو يفرز بروجسترون علشان يثبت البيضة اللي عندي دي طيب يبقى ازا يبقى ازا افرد بقى لو ما حصلش تخصيب لو ما حصلش تخصيب بيبدأ الراحم ينهار عشبههلك بمثال كان دكتور ربنا يصلحه لنا المثال ده قال لك كما يكون انت اخدت اردر من والدتك ان فيه ناس جايين يزوروكم فانت بتبدأ تنظف في الشقة عندك ومش عارف ايه تبدأ تنظف ومش عارف ايه ييجي بقى بعد شوية والدتك تقولك ان الضيوف مماش جايين فبتبدأ بقى تزعل وتكسر الدنيا اللي حواليك وتكسر اللي انت رتبته فبتبدأ تزعل بقى على الوقت اللي ضاع والوقت اللي ايه اللي انت عادت نظف فيه من زاعتها فبتنكش كل اللي انت عملته كذلك برضو بيحصل فيه الرحم لو ما حصلش بيبدأ الرحم اللي عنده ده هو ينهار طيب تعالى بقى نوضح بالرسمة اللي عنده دي عشان الرسمة دي مهمة جدا طيب تعالى زي ما بنقولنا اول حاجة اول حاجة اللي حصل يعني هتبقى تعالى من نجيبها من اليوم الاول في الدورة اول يوم في الدورة ده اللي هو اول يوم بيحصل فيه اللي هو ايه نزول الدم طيب هل نزول الدم ده بيبقى ناتج عن المرحلة اللي هي اللي جاية دي ولا المرحلة اللي فاتت لا يبقى نزول الدم اللي نزل دي بيبقى ناتج عن المرحلة اللي فاتت زي ما احنا قلنا احنا عاديين نرتب من ساعاتها ومش عارف ايه نجيهم الضيوف قالوا مهماش جايين فانت بتبدأ تنكش في الحاجات اللي انت عادي ترتفها من زمان يبقى ازا الدم اللي نزل دي ناتج عن المرحلة اللي فاتت طيب زي ما احنا قلنا ايه الاول حاجة اللي اتفرزت في المرحلة الاولى العشان يكبر البيضة عندي والبيضة عندي توصل لمرحلة الماتيور طيب عندي هنا يبقى أعلى حاجة عندي هنا ايه تمام تمام هيفرز معا مين الاستروجين عشان الاستروجين ده كان راح بعد إشارة للانتيرو ان الخلية عندي وصلت لمرحلة الماتيور وراحت لسطح الخلية فبتقول للانتيرو بيتوتا جلند نزللنا الـ LH الـ LH يعمل ايه الـ LH زاد هنا في المرحلة دي علشان يفجر الخلية تمام يبقى اللي زاد عندي في المرحلة الاولى الـ LH والاستروجين طيب بعد كده بيبدأ مرحلة بقى ايه الـ بيبدأ يفرز ايه يفرز البروجسترون علشان ينظف بطنة الرحم ويقويها وبعد ما يحصل هنا البوايضة وتثبت بيبدأ يفرز الـ الـ علشان يعرفني ان فيه حصل حمل وبيفرز برضو يروح للقربس اليوتيم علشان يفرز البروجسترون علشان ايه يثبت الحمل عندي تمام يبقى اذا اللي بيفرز في المرحلة التانية مين اللي بيفرز في المرحلة التانية اللي هو البروجسترون تمام وضح الكلام طيب لذلك بقى في بعض الدكاترة بيوصفهم اللي هو البروجسترون للناس او للسيدات اللي عندهم اللي عندهم البروجسترون الي يبقى عشان ايه يبقى عشان الـ مابعتش اشارة كويسة لكربس اليوتيم علشان ما يفرزش البروجسترون يبقى في الحالة دي ايمين الدكتور بيوصف لنا البروجسترون علشان يبدأ تثبيت الحمل طيب افرق بقى لو انا عاوز امنع الحمل العكس بقى لو انا عاوز امنع الحمل اعمل ايه يبقى خلي مستوى الاستروجين عالي لحد اليوم الـ 21 او الـ 24 لذلك اصلا لو جيت وشوف حبوب الحمل بتلاقيها بتلاقي الحبوب دي عبارة عن استروجين لحد وبتبدأ الامة تاخدها لحد اليوم الـ 21 وتلاقي القرص الثاني عبارة عن سكر عشان بس ايه تعرف او البداية القرص الثاني يبقى ازا طول ما فيه استروجين يبقى اصلا مش هيبقى فيه حمل فاولا ما توقف او يجي عندي اليوم الـ 21 تبدأ بصانة الرحم تنهار وتبدأ بقى السبعة ايام دول وبعدين تبدأ شرية تاني من اول وجديد طيب تعالى بقى في المرحلة التانية لو وسيلة منع اخرى اللي هي ايه مرحلة اللي هي اللولب يعني كل الكلام ده زيادة عن الـ data بس نقولها لك بالمرة طيب ازاي بقى بتشتغل فكرة اللولب ان اللولب بيخش في المنطقة دي بيبقى على شكل حرف تي حرف تي شيب فبيبدأ اولا ما البيضة دي اولا ما او تيجي البيضة من هنا ما بتثبتش في المنطقة دي فبتبدأ تنزل كده وما بيحصلش ولا بيحصل اي حاجة او ما بيحصلش اصلا تثبيت يبقى ازا كل الخلاصة ان عرفنا ان كده عارفنا ازاي من السرير السيكو بتحصل وانا كده مقسمها لك او زي يعني ان كده مقسمها لك مش عشوائية انا مقسمها لك كده مقسمها لك كده لغرض معين يعني دي المنطقة اللي بيفرز فيها البروجسترون يعني لو حصلك هنا بيجي هنا البيضة هنا تثبت ويبدأ هنا افراز ايه الـ LHV البروجسترون طيب في المنطقة دا هي اللي كان بيحصل لسه فيها البيضة او دي كبر مش عارف ايه كان هيفرز فيها ايه الـ LHV الـ FHV الستروجين تمام تمام يبقى ان ازاين مش هتطالق كده بطريقة عشوائية لا أنا هتطالق على أساس إن الجزء ده بتلاقي الحاجة اللي أنا شرحتها لك فيها وفي الجزء الثاني بتلاقي هنا الحاجة العالية اللي أنا قلت عليه وبكده أتمنى من كل قلبي والله إن يكون أفدتكم ويا ربي نشوفكم من الحلقة الجيهة على خير ونشوفكم من الحلقة الجيهة على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته